رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أعمال المنتدى الدولي رفيع المستوى الذي عقد بعمان الأربعاء الماضية حول الشباب والسلام والأمن وقد ألقيت في الجلسة الافتتاحية كلمات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيظ والأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام السيد دي كارلو بالإضافة لكلمات وزراء الشباب العرب ويأتي عقد هذا المنتدى ضمن الجهود التي يبدلها الأردن لتعزيز مشاركة الشباب بالسلم والأمن الدوليين وحث الدول الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرارات على جميع المستويات كما تضمن المنتدى جلسات حوارية حول آليات تعزيز وتنفيذ جدول أعمال الشباب والسلام والأمن وأولويات الدول الأعضاء في تطوير الخطة التنفيذية الاستراتيجية هذا المنتدى